جميل حضرتك طبعا في الفترة اللي فاتت أكيد أكيد أنا متوقعة أن تليفونك ما كانش بيسكت من الناس ومن الأسئلة ومن حال الناس حضرتك شايف حال الناس إزاي شايفين الابتلاء إزاي أو الناس بتتعامل مع هذا الابتلاء إزاي هو أحوال الناس عموما مع الابتلاءات بغض النظر على أنها تعملتها معهم بشكل مباشر لأن دي شريحة برضو ممكن ما قدرش عام منها لكن أحوال الناس عموما مع الابتلاءات أربع أحوال نعم في حال الشاكر وفي حال الراضي وفي حال الصابر وفي حال الجذع أو الجازع نبدأ من الآخر للأول لأن الآخر الثلاثة التانين الأولانين شبه بعض أنا أقولك إيه الفرق؟ إحنا قلنا شاكر شاكر تاب يعمل حاجة زيادة بقى في راضي الشاكر راضي وفي حاجة زيادة بيعملها وفي الصابر الراضي صابر وبيعمل حاجة زيادة الجازع ده اللي هو أقل مرتبة ودي المرتبة المزمومة في الأربعة دول الجازع ده اللي ما بينزل البلاء بيعترض على قضاء الله وما بياخدش منه الدرس ده هو زي ما دخل زي ما خرج البلاء جاء لك علشان ترجع لربنا البلاء جاء لك علشان ترجع نفسك البلاء جاء لك يمكن علشان يكسر حاجة وحشة جواك المؤمنين الصحابة ربنا بتلاهم في يوم محنين لما أعجبتهم كثرتهم فاتغلبوا احنا لنا العدد والقوة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فاتغلبوا في حين في مواقع أخرى كانوا ضعفاء وأقلية وغلبوا بس لما لا يبقى في حاجة جواك فيها إعجاب بنفسك يجيلك حاجة بسيطة علشان تهذبك البلاء يجيلك علشان تحس بنعمة ربنا تخيالي حضرتك ان كان في نعم احنا بنمارسها بمنتهى التلقائية ومش حاسين انها نعم إلا ما فقدناها من أبسطها المصافحة أنا بشوف صاحبي وصديقي وحبيبي مش قادرة لا أقدر يمدي له قدائي ولا أنا أقدر يمدي له قدائي بزور والدتي نسي أخدها بالحضن مش عارف أقدر بقالك حاسس ان في حاجة كده مكتفاني وحاجة مكتفاني والأصعب كمان بقى يعني اللي مثلا يعني احنا مثلا نتكلم عن نفسي ان انا اول يوم رمضان دا دايما بيبقى مع بابايا ومامتي وجوزي واهل جوزي واننا بيبقى عيلة كلنا مع بعض اول يوم رمضان مش قادرين نعمل دا خوفا عليهم يعني اسمح لي يا مولانا اقول كلمة كده انا عارف ان بابايا مامتي شايفيني الوقات انا بقول لهم انتوا حشتوني قوي انا بقالي الوقات شهرين ونص مش فتكمش وانتوا حشيني جدا وبشوفكم على السوشيال ميديا يعني ويمكن دي الميزة اللي اكتشفناها الميزة الحقيقية من ورا السوشيال ميديا بس انتوا بجد وحشيني ونفسي فعلا احطونكم وابوسكم كل سنة وانتوا طيبين يا حبيبي وانا اسفى ان احنا النهار دا مش مع بعض بس الحمد لله على كل شي كل سنة هم طيبين وانا ببلغهم تحياتي وباطلوا منهم ان هم يعني يذكرني في دعواتهم وان شاء الله ربنا يقرب البعيد ولم احنا تزول لكن اهو شوفي حاجة جميلة حصلت حسستنا بان الاشخاص اللي احنا بنتعامل معهم على ان هم مضمونين في حياتنا هم قدامي وانا مش عارف اوصل له